اكدت سعادة الاستاذة دلال الزايد رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقالونية بمجلس الشورى على اهمية ان يكون اختيار المرشح حرا دون اي تأثير وان تكون مصلحة الوطن والمواطن هي المعيار الاول ونوهت سعادتها الى الوعي العالي الذي يتمتع به الناخبين بعد مضي خمس دورات انتخابية مؤكدة اثقت تما باختيارات المواطنين من منطلق ايمانهم باهمية دعم المسيرة الديمقراطية في مملكة البحرين والمشروع التنموي شامل لجلالة ملك البلاد المعظم جاء ذلك خلال انطلاق اولى فعاليات برنامج شارك بندوة جماهرية بعنوان ممارسة الانتخاب وانعكاساته واثره وفي بداية الندوة اكدت الزايد على اهمية المشاركة في الانتخابات النيابية والبلدية باعتبارها حق وواجب على كل مواطن موضحة القوانين وتشريعات المنظمة للعملية الانتخابية والمنبثقة عن ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واشارت رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى الى المسئوليات القانونية والاخلاقية والوطنية التي تقع على الناخب لاختيار الافضل ليكون ممثلا لكل فئات المجتمع وكما اشارت الزايد الى ما حققته المرأة البحرينية من تقدم في مختلف المجالات العامة للعام ومن ضمنها السلطة التشريعية بشقيها الشورى والنواب مشيرة الى اهمية تكثيف نشر الوعي للشباب باعتبارهم عن عماد الوطن ومستقبله